إن الأصول إلى الحفق في العلم لا يتهيأ بأخذه دفعة واحدة بل لا بد من تدويج النفس فيه شيئا فشيئا ويتحقق هذا بتكراو دراسة الفن في عدة أصول له تنتظم ارتفاعا من الإجاز إلى التوسط ثم الطول وقد يكون لكل موتبة أصل واحد وقد تضم أصلين اثنين معا طبعا هذا يعني أن الإنسان لا يأتي العلم كله في وقت واحد فيأخذه كله لا يثبت شيء لا بد من التدرج في طلب العلم وإذلك يعني ذكرها وكونوا ربانيين قال هو الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره فالتدرج في طلب العلم أمر مطلوب حتى لا يمل الإنسان ولا يستصعب لأنه إذا دخل في الكبار الكتب الكبيرة في العلم وكذا سيتعب لأنه لم يتدرج وقد لا يفهمها وتستصعب عليه ثم يمل العلم ويكرهه فالإنسان يتدرج في طلب العلم حتى ينال مطلبه نعم موسيقى موسيقى موسيقى